منذ اعتلائه العرش أطلق الملك محمد السادس سلسلة من الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة التي تضع المغرب على درب تحقيق إقلاع اقتصادي متينة مشروع طنجة الكبرى الذي أطلق شهر شتنبر من العام الماضي وضع ليكون نموذجا حضاريا غير مسبوق في المغرب وبالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مشروع ضخم يتجاوز حجم الاستثمارات فيه سبعة مليارات درهم سيمكن من تسريع وتيرة تنمية مدينة طنجة وجعلها وجهة مفضلة بامتياز سياسة تنمية الأقطاب المينائية التي يقودها الملك محمد السادس تعززت كذلك بإطلاق ميناء النظور غرب المتوسط بتوجه طاقي بامتياز والذي من شأنه أن يعزز إلى جانب ميناء طنجة المتوسط مؤهلة المنطقة الشمالية للمغرب البنية التحتية تطورت كذلك بشكل ملموس في عهد الملك محمد السادس وهو ما يعكسه عدد المشاريع المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز ومنها مشروع القطار فائق السرعة تنجد دار البيضاء مشروع كبير يمثل ثورة تكنولوجية كبيرة سيمكن من توفير نقل سكاكي سريع ومريح ومن دون انعكاسات سلبية على البيئة البنية التحتية الطرقية من جهتها شهدت نقلة نوعية تعكسها الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى البرنامج الوطني للطرق القروية والذي مكن منذ إطلاقه سنة 95-900-1000 إلى غاية 2005 من بناء 5800 كم من الطرق وتهيئة 4800 كم من المسالك من جانبه عرف قطاع النقل داخل المجال الحضري انتعاشة كبيرة بالشروع في استخدام وسائل نقل جديدة صديقة للبيئة على غرار التراموية الرباط والدار البيضاء الذين يمثلان نموذجين بارزين في هذا المجال الملك محمد السادس خص قطاع الطاقة المتجددة بأهمية بالغة أهمية تتجلى في اعتماد مخطط طموح للطاقة الشمسية يتوخى انتاج 2000 ميجاوات في أفق 2020 عشرين